اشتركوا في القناة نقطة عصف نقطة عصف لبنان غارق في بحور العصف الطبيعي اللي حولته الى مستنقع كبير للمياه سبحت فيه السيارات وفي المقلب السياسي عصفي اخرى في فنجان الشعبوية عبرت عنا المواقف من قانون اللقاء الارتودوكسي جماع من اعضاء لجنة بكركي ومزايدات سياسية تتقاطع على مواقف شعبوية مش اكتر خصوصا انه خبراء دستوريين عم بيأكدوا عدم دستوريتو وامكانية الطعن فيه مشروع قانون يسمح لكل طائفي بانتخاب نوابة تطفو حظوظه الى العلن في بلد طائفي بعد تطورات اخيرة عدت الى اجماع شبه كلي على نسف قانون الستين فهل تتحول جلسة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب من الشكلية والمراوغة الى بحث جدي يقود الى قانون جدي والى قانون اللقاء الارتودوكسي نقطع سطر بهالإطار وبيسعدني استقبل بستوديو واحد عبر إزاعة صوت لبنان دولة الرئيس أليل فرزلي أهلا وسهلا فيك عبر إزاعة صوت لبنان يعطيك العافية وعينك اليوم بهالعاصفة من بعد عاصفة الردود على أنون اللقاء الارتودوكسي ليش ما بنقول من بعد ما أنه العاصفة أغرقت الستين وعومت الارتودوكسي عناوين بالصحف طبعا نقرينيها بس العاصفة في الردود يعني استطلعت عليها في بعض الردود وفي بعض التأييد الهائل وفي قناعة شعبية ووجدان شعبي يلتف حول هذا الاختراح بصورة واضحة على كل لنرجع لهيك الانطلاقة العلمية في الحديث والهادئ والرصيد أنا بدي أنطلق بالكلام من الكلام الورد بالصحافة للأستاذ وريد باك جنبلات ليش ما منبلش مع رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية وصله وصله يعني اليوم موقف بارز وصله تفضل إذا بتريد يعني لأنه منا نحكي عن الممثلين المجموعات العائلات الروحية على المستوى السياسي في البلد رئيس جمهورية رئيس جمهورية القيادات بعد الإجماع المسيحي الماروني اللي صار بكركي وأطلوا فيه على المجلس النية بحضورها نعم أنا نتعاطى مع مكونات المجتمع اللبناني هذا الأساس بالأول فضل يقول استاذ وليد بيك جملات التالي حرفيا يقول في نهاية الأمر هناك ثابت أساسي ووحيد وكلنا متفقون عليه ومجمعون عليه ألا وهو اتفاق الطائف نحن بين الحين والآخر نسمع أفكارا غريبة عجيبة تنسف اتفاق الطائف وهذا ما لا نقبل به الأولوية تبقى دائما للطائف نعم نحن نتبنى هذا الكلام حرفيا ونتبنىه نصا وروحا بس بالطرف الآخر المستقبل بديك تسمحين نعم تفضل بديك تسمحين لأنه هيدا بش نقاش للنقاش هيدا علم في مواطن أبي يسمع بده يعرف حقيقة الموضوع شو نعم تفضل بش للتشويه ونحن بالنهاية نحن بإزاعة يقال أنه ممثلين السياسيين وحقيقيين كانوا جزء من الإشماع على القانون الأورتوكسي طبعا مش هيك فإذا بنا نحكي كلام دقيق لحتى تتحول منبر هذه الإزاعة من المنابر التي تدافع عن هذا المشروع نعم أولا فإذا نحن مع اتفاق الطائف ماذا يقول اتفاق الطائف يقول حرفيا وفقا لنص المادي 24 من الدستور من الآن وحتى يوضع قانون خارج إطار القيد الطائفي تراعى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين نحن نريد المناصف الذي حدث منذ عام 1991 أن الدستور استبيحة استباحة كابلة على حساب الشريحة المسيحية في لبنان ولم يُعطى قانون واحد وفقا لاتفاق الطائف وهناك تمسك بقانون قام الطائف على أنقاضه وهو قانون الستين الطائف بس طلع طلع على أنقاض أي أنون بش علاقة أنقاض قانون الستين نحن أمن طالب تغيير الأنون فإذن يجب أولاً التسليم باستباحة وباغتيال وبإسقاط وبقتل وبجعل قانون الستين عبء تاريخي على المجتمع اللبنيدي والدستور اللبنيدي وبالتالي على الشريحة المسيحية نحن نتبنى نحن نعتقد من جهاتنا أن قانون اللقاء الأرثودوكسي الذي جرى تبنيه في بكركي من قبل لجنة الربعية والذي أطلع على المجلس النيابي ونال تأييد كتلة أبل وحزب الله والتشناك نحن نقول نطالب أي الأكثرية تلك الكتلة التي كانت مجتمعة نحن بالرغم من هذا نطالب بقانون يلحظ المناصف الفعلي نحن لنا اللقاء الأرثودوكسي نحن نعتقد أنه قانون اللقاء الأرثودوكسي هو الوسيلة التي تؤمن المناصف الفعلي شرفي حضرتك أو الأستاذ وليد بيك جونبلات أو كتلة المستقبل يعطونا القانون الذي يؤمن المناصف الفعلي ونحن معهم ونتخلى عن قانون اللقاء الأرثودوكسي أوتوماتيكي يعني دولة الرئيس يعني نقلت نقلت موقف خلينا نوضح بس بهالنقطة نقلت موقف النائب وليد جونبلات عن أنه هل أنون لا يناقض الطائف بينما اللقاء الأرثودوكسي لا يناقض الطائف لا لا ما قال هايك وليد بيك وليد بيك بالعكس أبيقول نحن متمسكين بالطائف نعم يعني أبيقول أنه في أفكار عجيبة غريبة تناقض الطائف نحن أمنقول نتمسك بالطائف ونطالب بأي قانون يؤدي إلى تنفيذ الطائف نعم قانون الستين قام الطائف على أنقاضه نعم يعني ما في قانون الستين بس كان موجود إيجا الطائف ليلغيه من 92 لليوم ونفس الزعانات السياسية قائمة استبحت الطائف ما نفذت الطائف نعم طيب نحن أمنطالب اليوم بتنفيذ الطائف يشرفوا ينفذوا النية ويعطونا المناصف التي تحدثت عنها المادي 24 من الدستور ونحن أمنتزمين فيما في مشكلة وبلد قانون اللقاء الأرثودوكسي ولكن تأكيد على المناصف الفعلي نحن ما أمن مارس الفن لأجل الفن أما أن تبقى الوضع على ما هو عليه استدباعا وتهميشا وتحجيما وتهميشا للمسيحيين على قاعدة استدباعهم واستلاد نوابهم وقياداتهم بيكان في القيادة الكينات المثابية الأخرى هذا أمر لا يجوز لا يجوز أن نتطلع إلى الواقع ونرى أن السنة في لبنان ينتجون نوابهم 100% الشيعة في لبنان ينتجون نوابهم 100% الدروز ينتجون نوابهم 100% ونجي التعاوية مسيحية أنتوا عطناكم 64% بس هذه 64% شكلية أنتوا تفليسة من نوزع ذي ممكن النيابية على مختلف الكينات المثابية الطائف السنية الكريمة بتخذ له 20-30 نايف بداك بيخذ له 10-20 نايف بداك بيخذ له 87 نواب وعدوا 2 تشوهن وبالتالي نهود دور المسيحي في لبنان هذا أمر سيوضع له حد كيف؟ عبر تغيير قانون وعبر المطالبة بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يتحدث عن المناصر الفعلي نعم طال برضو بس فيه هلأ جلس هذا كلام قبل قبل الجلسات يعني عم نحكي هايدي الجلسات بس تنحط نقطة على السطر بالأمور لأنه في كتير عنوين اليوم بدنا نستطلعها دولة الرئيس هاي عنوين للتكتك عم نحكي هلأ كله نعم بيتكتك طبعا عم نحكي بالعمق الاستراتيجي طيب بيطلع لك نواب مهني مستولدين بكنا في الكينات المثابية ما بيطلعوش نواب بلا أصوات الآخرين بيعطوا موقف ضد هذا القانون هاي بدي أعني أنا حورهم كيف بدي أعني حورهم حرام حورهم ما هني أساسا وجودهم مدينين لمخالفة الطائف والمناصف الفعلية وإعطاء المسيحية بس من هاي بدون يجوا على مجلس النواب وبدون سيجد تصويت ما بدونش يمشوا القانون خلي أمام الله والتاريخ يتحملوا مسؤوليتهم يصطفلوا القتل الأربعة الموجودة مع الناس اللي صوتت مبارع بالاجتماع قادريني أمنوا أكثرية نيابية لتمرير القانون بتاع الموطوع إذا أخلصوا قادريني أمنوا أكثرية نيابية لتمرير القانون إذا أخلصوا قلت كلمة كتير مهمة البعض يقول أنه في تهويل كتير إنما المواقف الحقيقية ما بينتها ظاهريا بعد والعبرة بالأيام الجاية لايكي كله ظاهر فهو نور بالآخر في عند الامتحان يكرب مرة أو يوان بكرة بيجي حط أبجد هوس ضلوا يقولولي القوات بيمشوا ما بيمشوا ما بيمشوا أنا شخصيا رفط أعطي رأيي بشأن القوات بامتظار الموقف نعم وإذا طلعوا بنتيجة طلوا إطلالي ربعي واضحة وموقف مسيحي موحد واضح نعم نحن بالنهاية فيه امتحان عند الامتحان يقرأ المرأ أو يوان أنا ليش بدي حاكم الشخص على نوية أنا بيجي الوقت وعلى ضوءها قدام الله والتاريخ بقدر قيم موقف وقول هذا بلت فيه بكل احترام وهذا ما بلت فيه وهو رح يتحمل مسؤولية تجاه التاريخ من فرط بحقوق المسيحيين ومن لا يفر فهل سيقبل النائب وليد جملاط باللقاء الأرثودوكسي اللي ما رح يوفر له أكتر من ست مقاعد حبيبتي بصرف النظر بماذا يقبل به البيك أو لا يقبل أنا الأبقول أنه وليد بيك أبيقول أنا بدي اتفاق الطائف أنا معه وليد بيك وقف قدام القص الجمهوري وقال نحن عنا خصوصيتنا نرجو احترامه وقلت له أنا معك وقال أنا لا أريد أن أذوب في المساحات الكبرى طيب أنا معه لأنه أنا كمان أيضا لا أريد أن أذوب في المساحات الكبرى وما ينطبق عليك طائفة أتفهم هويش ينطبق عليك طائفة يجب أن تتفهم هويش في الوقت عيني وقال أنا لا أريد أن أحجر هذا حقه لأنه كل إنسان ما بريد أنه يتحجر في الوقت عينيه أبيقول أنا مع اتفاق الطائف لأنه ما بتبتك في رغباتي في قانون ينظم العلاقات العامة بين الناس اللي هو اتفاق الطائف نحن متمسكين باتفاق الطائف وخلينا نرجع نعمل قراءة مشتركة لاتفاق الطائف وعيكون على بينهم أنه التنفيذ الذي تملي اتفاق الطائف الخاطئ والمشوه والمزور منذ عام 1992 هو الحقيقة التي يجب أن تسود لا عندما قيل نريد أن نجب عهد الوصاية بدك تجب عهد الوصاية وتجب ما ترتب عليه بالنتائج على الأرض من جملة النتائج هي أن الدستور لم يطبق بصورة سليمة في حيني حق ألمين أبنيش نقيم لأنه أنا عندي وجهة لما نغرأ بالتفاصيل لأنه وجهة تصري إلى حق الطبقة السياسية مش على الواحد على كل حال كله هنا بيمبحث السؤال المطروح شرفي في اتفاق طائف تفزيه ما حدا يحضرني بالكلام اللي دعي إلى المناصف ماذا عن التيار الأزرق الخاسر الأكبر بيموجبها أنا بدي اتفاق طائف أنا بدي فكر أنا أو بدي نفذ دستور واتفاقات وطنية أو بدي فكر مين يبيربح ومين يخسر أنا بش بس الخاسر الأكبر قد يكون الخاسر الأكبر الطيار الأزرق ولكن كل الطيارات الأخرى والكائنات الأخرى فيها مسيحيين مستولدين بكلفهم كمان أنا أنصح طيار الأزرق أو بقول له ليش باتك تظهر قدام المسيحيين بمظهر أنك أنت تريد أن تستمر بالوضع يدك على الكائنات المسيحي لاي شو السبب شو لك مصرح على المستوى الاستراتيجي ليش طيار أزرق أنت بك تتصرف على قاعدة شرعني منطق استلاد المسيحيين بكنفك أنا محله بروح على أبعد من هاي بقول له النعم تعال نطبق اتفاق الطائف ونحكي بالمناصفة الفعلية وهودي شركائنا بالوطن وهودي المسيحيين هن العاملين اللي عايشوا مشترك في لبنان يا أختي المسيحيين في لبنان منتشرين على كامل الطراب الوطني اللبناني بتطلعي بتلاقي في قرى سنية مسيحية شيعية مسيحية درزية مسيحية ما بتلاقي قرى غير شكل وبالتالي المسيحيين بديك تدفعيهم تمن تمن سماعاتهم للعايش المشترك في لبنان لاي شو السبب لاي لحتى أنا بدي برر سيطنة فلين وفلين أو أنا بدي يكون أدوات للصراع السن الشيعي أو للصراعات الإقليمية والدولية أخرجوا المسيحيين من دائرة هذا الصراع رأرفعوا يدكم عن المسيحيين في هذا المجال في صراع خلي كل واحد يعملوا صراعاتهم وبعضهم المسيحيين بعدين بيروحوا بيتحالفوا بعدين نحن ما أمنقول للطيار المستقبل نحن ما نأخذ منك نوابك لنعطيهم لحزب الله ولا أمنقول للقوات ما نأخذ نوابك ما نعطيهم لميشيل عون نحن أمنقول النواب اللي بدو يخسرهم طيار المستقبل رأي يخدهم سبير شعجعه وأمين جميل والمسيحيين الأقرير حلفائهم فإذا كيف يكونوا خسرهم؟ كيف يكونوا خسرهم؟ آه عندو غشك بتمثيل السلة حبيبتي إسمعيني شوي النواب اللي بدو يخسرهم طيار المستقبل على أساس أنه يستولد المسيحيين بكلفه ما رح يخدهم الطيار الآخر بدو يخدهم الدكتور شعجع الطيار حليفه حليفه فإذا ما فيه المشكل ليش المشكل؟ يعني عم بتدافع عن المسيحيين وفخامة رئيس الجمهورية هو المسيحي وحضو بديك تتحكي بي إيه بدي يحكي لأنه الوقت عم بيسبقنا أنه كان عنده موقف كتير مهم بجريدة الأنباء إلكترونيا عم بيقول فيه أنه في بعض الأمور الإيجابية بهالمشروع مشروع اللقاء الأردوكسي مثل النسبية إنما التفاصيل فيه منة واضحة فإذا هذا نقاش علمي بس يقول فخامة الرئيس فيه نقاط إيجابية هذا المشروع هذا شيء جيد بس يقول فخامة الرئيس أنه هذه الإيجابية قد تكون المناصفة الفعلية والنسبية هذا شيء جيد أيضا ولكن من ناقشه من ناقش ولكن لا نستطيع ونسلم بالمبادئ المبدأ والفلسفة الأساسية التي قام عليها قانون اللقاء الأردوكسي نقطة واحدة تأمين المناصفة الفعلية التي نص عليها الدستور وبالتالي الحقول دون استلاد نواب المسيحيين بكلف الكيانات المذهبية الأخرى اسوة ببقية الطوائف اللبنانية شكل بسيط يروحوا على قانون علماني خارج إطار القيد الوطني شرف وأهلا وسهلا أما لا هاي ولا نسمية ولا علمانية ولا تفكير بكيفية منع استلاد نسيحيين بيكان في القيدات المذهبية الأخرى وإذن خلوكم على الستين الذي يكرس الاستدباع وبتسكتوا ولا كلمة كيف القصة هذه طيب دولة الرئيس فيه أمام اللجمة الفرعية عدد من القوانين يعني راح تبحثها هل فقط اللقاء الأردوكسي اللي بيأمن المناصفة وفي ظل دعوات الكثار عم بيقوله أنه غير دستوري وحد القانون الأردوكسي هايدي باعتراف الجميع مش باعتراف القانون باعتراف الجميع وحد القانون الأردوكسي الذي يؤمن المناصف هلا غيره بيحسن ظروف التمسيل المسيحي مثل الخمسين دايرة مثلا بيحسنوا بيوصلوا لك أربعين نايم الأربعين نايم بعد نائس أربع عشرين نايم وره مين روحهنه وره وحديهنه كيف نجيك حق فرتي بالنواب أنت أنت في أربع وستين نايم مين عطاك الحق التفريط بنايم واحد أنت بتروح بتعملي مشكلة لتعيني مدير عام لتعيني رئيس مصلحة وبتعملي فتنة طائفية بالبلد وخطاب بذها بيطوي العريض تحت عنوان تعيني رئيس المصلحة تجي بتتخلي عن أربع عشرين نايم لمصلحة مين هذا بايع لذلك نحن نقول نريد المناصف الفعلي طيب دولة الرئيس طيب دولة الرئيس مئاتي نعم وهوني أنا بجهر النداء ما يعمل شعبي على أنقاض ما أنه هذه تؤدي إلى المثالثة كيف يشرحنا إياها في هذه العبقرية المتولدة التي تؤدي إلى المثالثة يعني معركته مع الشيعة يصطفل منه لايهم ما يجي يحمل مسيحية مسؤولية القصة وبعدين هو حضرته إذا كنته أزم جوات الطائف السنية بده يزاود على أنقاضي لحتى يحسن ظروف تمثيله السياسة هذه مش شغل التالي بس يا دولة الرئيس حتى نائب بطرس حربي يمكن عم بيأول على هالأنون وعم بيقول إنه مانه دستور أنا بدي أسأل أنا بدي أسأل الشيخ بطرس حربي يا حبيب بدي أسأل الشيخ بطرس حربي أولا هذا القانون دستوري بامتياز بسببين أول سبب وفقا لنص المادي 24 لأنه محافظ على التوزيع النيابي وفي نسبة للطواقف ونسبة للمناطق ثانيا لأنه الدستور نفسه بالمادي 22 حكي عن مجل الشيوخ يمثل العائلات الروحية أي كل طائفة تنتخب نوابة وأنا بسأل الشيخ بطرس حربي هذا بش دستوري اللي بيحسن من ظروف التمثيل المسيحي وتتقدم يا شيخ بطرس بقانون يمنع اللبنانيين من بيع أرضهم لبعضهم لبعضهم لبعض خلافا للمادي الميثاقية في مقدم للدستور تفقرته أن الأرض اللبنانية هي لكل اللبنانيين أنه أنا بقدم اقتراح قانون يمنع اللبنانيين من بيع أرضهم لبعضهم للبعض بس بس بش دستوري مخالفها مباشرة للنص مخالف مباشر لمقدم دستور هيدا مش دستوري وهيدا دستوري هيدا تفكير بمصالح سياسية دعي رئيس الجمهوري إلى تشكيل لجنة من الحكماء الدستوريين من داخل المجلس ومن خارجه لبحث هالقانون أنا مع بحث أي قانون بصرف النظر شو بتقول الدستي شو الحكماء نعم نحن نصر على نقطة وحيدة ما منصر على القانون قانون نحن نصر على مبدأ المناصف الفعلية وفقا لنص اتفاق الطائف نعم دولة الرئيس لنستوضح أكتر ونستفيد من وجودك معنا الخاسرون هن طبعا على أساس هالقانون هن اللي عم بيعترضوا عليه الخاسرون بيموجب اللقاء الأرتودوكسي كتار فأي فريق رح يحصل على الأكثري اني بيمنوجب هالقانون إذا أقر ولمصلحة مين رح ترسل أمور هل لمصلحة المسيحيين فقط لا مش مصلحة المسيحيين ما بيسوا مصلحة شي المسيحيين ما بيطالبوا محور ما بدهم يعتدوا على حدا ما بدهم من حدا شي كل الأمر أبيقولولن للناس يا إخوان بش من أبيل الصدفي أن يجتمع الدكتور جعجع والعماد مش العاون وكل الأطراف المتناقضة على الساحة المسيحية بكركة كل الأمر في حالي وجدنيه نحن نتعرض لعملية سطو على حقوقنا نرجو عدم الاعتداء علينا نحن ما بدنا نعتداء على حدا ما بدنا حق من حدا وقفوا عملية تهميشنا وقفوا عملية الاعتداء على حقوقنا هذا بس فقط الكرام اعطيني أي قانون يؤدي إلى تحقيق الغاية وأنا بقلك بعمرك ما بدي شي شو الجرم الأبي يرتكب لا هذا القانون أصبح يتمتع بشرائي شبه قانونية على مستوى المسجل السنية عندما أقدمت السود كتل التي تؤدمن الأكثرية النيابية على تبنيه وبالتالي الحاكي بدك تبلش من هون وبطلوع ما بيبلش من عنده وبنزول هذا السقف وبالتالي أي نقاش آخر برفوض من الباب برفوض على كل حال معنا على الخط مباشرة مفوض لإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي رامي الرئيس من صبحك بالخير عبر صوت لبنان صبح الخير لأليك لدولة الرئيس ولجميع المستمعين طبعا النائب وليد جنبلاط اعتبر بحديث لأله أنه هالأنون يدفع نحو التطرف والانعزال يعني كل يوم عنده موقف عن أنون الانتخابة أنون اللقاء الأرتوديكسي برأيك كديش له حظوظ يمر أنا بتصور في موقف متقدم عبر عنه فقامت رئيس الجمهورية بالأمس بحديثه مع جريدة الأنباء كنا نحن عنده مبارح بعض الضغر وأطلق الموقف من خلال لقاءه معنا وبتصور هذا الموقف سيؤدي بشكل أو بآخر إلي عادة خلط الأوراق أنا ما فينا أدخل حقيقة بتفاصيل يعني الموقف المسيحي أو الاعتبارات الأساسية التي تقف وراء المشروع اللقاء الأرتوديكسي وأثبت صور فقامت الرئيس يملك ما يكفي من حيثي سيئسي ووطني وحتى داخل المجتمع المسيحي إذا صح التعبير لكي لا يتعرض لمزايد بهذا الموضوع وهو قال بشكل واضح أن وجهة نظره أن هذا الموضوع هذا المشروع يتعارض مع الدستور وقد يكون عرضة للطعم إذا أقر في مجلس نواب أمام المجلس الدستوري وبفتكر هذا يضع كل المشروع في حالة جديدة للنقاش ربما على قواعد أخرى نحن كان لنا رأيه طبعا مع التأدير الكامل لكل أعضاء اللقاء الأرتوديكسي والجهد اللي بدلوه يعني في إطلاق هذا المشروع نحن برأينا هذا المشروع للأسف يسهن في تأبيد النظام الطائفي في لبنان ويشكل تراجع إلى الوراء يعني إذا كان في مأخذ على قانون الستين أنه برجعنا إلى سنة الستين القانون الأرتوديكسي برجعنا قرون قرون إلى الوراء فما بفتكر أنه هذا الموضوع هو الأساسي خلينا نحافظ على الحد الأدنى من الاختلاط الوطني من التشارك في الانتخابات بين القوى اللبنانية على القواعد السياسية والمعادلات الوطنية واللي معروفة والنقاش يبقى مفتوحا يعني بالآخر من حق كل الأطراف السياسية أنه تطرح الرؤية اللي بتنسبها بس مهم بالأخير نصل إلى قانون يراعي هواجس كل الأطراف مو شكل الأنون اللي بيراعي هواجس كل الأطراف هذا قيد النقاش طبعا واضح أنه في أطراف مع النسبية في أطراف أخرى مع الخمسين دائرة في المشروع الأرتوديكسي بفكر يعني عدم الاتفاق على مختلف الأطراف عدم اتفاق أو طرحة عدم حصول أي قانون من هذه القوانين على أجمع جميع الأطراف يتطلب ربما مقاربة جديدة شو صيغة الأمثل ما عندي فكرة ولكن هذا يبقى قايد قايد النقاش نعم سمعت دولة الرئيس إلي الفرزلي طبعا موقف للحقيقة وانت عبرت عنه وحكي عنه كل يوم في موقف لسعادة النائب وليد جنبلاط بس شو القانون الأمثل اللي بيرضي كل الجهاد برأيك وشو بتحب ترد على كلام مفوض التالي سباح الخير سباح الخير دولة الرئيس حبيب القلب أنا أريد اليوم تصريح لوليد بيك نعم يتحدث فيه بشكل واضح أن هناك جامع واحد وقاسم مشترك وحيد اسمه اتفاق الطائف الذي ينظم الحياة العامة في البلد هذا يجب احترامه نحن نؤيد هذا الكلام تأييدا حرفيا ونؤيد أيضا الكلام الذي أطل به وليد بيك علنا أمام القص الجمهوري أنه عندما قال أنه للطائفة الدرسية الكريمة خصوصية ونرجو احترامه ونؤيد علنا أن لا يذوب في المساحات الكبرى ونؤيد أيضا علنا أن لا يحجم وهذه تعابير إلوه شخصيا ولكن نحن نريد التعاون من أجل إنتاج قانون يلحظ اتفاق الطائف الذي تحدث عن المناصف الفعلي أنت لا يجوز أن ترضى ولا يرضى وليد بيك أن يبقى المسيحيون كما هم اليوم عبارة عن تفليسة توزع الذمم النيابية فيها على مختلف الكيانات المثابية الأخرى وأنا إذا كنت أتفهم هواجس وليد بيك على مستوى منطقة لأنه بالنسبة إلنا عدم الذوابان إحنا ما خايفين نذوب بالطائفة الدرسية الكريمة ولا الطائفة الدرسية الكريمة بتشكل تحدي وجودي لهذا المجال في وضع عام بالبلد وبالمنطقة أنت بتعرفه وليد بيك بيعرفه يجب التفكير بإنتاج قانون يلحظ الوجدان المسيحي العام الذي برر وش بدك بكل الكلام الآخر لم يجتمع هؤلاء الذين اجتمعوا في بكركي إلا لأنه بتعرف التنقضات بينية وحجمة وعمقة إلا لأنه هناك هواجس جدية يلحظونها ويعيشونها ويشعرون بضغط القاعدة باتجاههم ولأنه محقين بطلبهم في تنفيذ اتفاق الطائف وأتبنى كلام وليد بيك بالنسبة لاتفاق الطائف أنا بتخوى في دولة الرئيس أنه يكون الاتفاق اللي حصل بكركي هو نتيجة وقوع بعض الأطراف السياسية أسرى مواقف علنية أطلقوها أكتر مما هو فعلا يعكس اقتناعا بهذا الموضوع هذا شأنه 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 بس نحنا رأينا بأنه يعني القول بأنه انتخاب نواب مسيحيين بأصوات مسيحية صافية إذا صح التعبير أنا مني واسق أنه هذا هو الطريق الأفضل هو الفكرة استزرامية هو الطريق الأفضل للتمثيل الأحسن أنا مني موافق أنا مني موافق نحن نظرنا بقدر ما يتحقق الاختلاط الوطني بالانتخابات النيابية ويراعة مسألة تحسين مستوى التمثيل المسيحي إذا كان هناك هاجز من هذا الموضوع قد يكون مفهوم بقدر ما نعزز الوحدة الوطنية لايك شو قلت أنت أستاذ رامي هلا موقع للتفرقة واضح واضح أستاذ هيدا مش موضع التفرقة التفرقة قائمة على الأرض وعملية القهر هذا موضوع تكريز أو لا أنت أبتشيل الصراع من بين الطوائف وبتدس وجوهات الطوائف لأنك أبتطبئ النسبية ضمن كل طائفي على كل حال أنا بفهم كلامك تماما وكمالا أنا كل شيء أبتقوله أستاذ رامي ونحن نعتبر أما نفكر على صوت عالي سوية نحن نطالب بشكل واضح أنه بالقانون الذي يلحص بيش تحسين ظروف تمثيل المسيح المساواة بين الطوائف بكيفية انتج نوابا أنا ما فيي تقلي إمتى أنا حسنت لك ظرفك من 30 نايب إلى 42 نايب أو ما عندك قنيعة أنه النسيحيين لازم يكون عندهم 64 نايب خلينا نطرح القصة عن نقاش لا لا بش أنت عفوا يا سيد رامي ما نيقاصتك إليك أنت أفكر عصارك عني على كل حال نحن الدورة الرئيس منعرف فكرك العلماني ودورك الوطني على مسيرة سياسية طويلة مش بموقع نعطيك نعطيك شادي بهذا الموضوع إنما أنا أكرر روجة نظري أنا لست مقتنعا بأنه انتخاب نواب مسيحيين أو مسلمين بأصوات صافي بين مزدوجين صافي من مكوناتهم الطائفية يحسن التمثيل أو يحقق التمثيل الأفضل أو يحقق قاعدة الاختلاط الوطني يلي نفسها لا يأتي الاختلاط الوطني لازم تعرف استزرامي إنه اللي عاملوا المسيحي بلبنان أنت بتلاقي في قرى سنية مسيحية شيعية مسيحية درزية مسيحية ما من ندفع المسيحيين ثمن إنه هن يحولوا لبنان لرسالي شكرا 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 يا أهلا وسهلا في اه تفضل اه تفضل أنا بدي أرجع أكد قانون الانتخاب أحد المحطات الأساسية التي يمكن أن نفاذ من خلالها إلى تعزيز الشراكة الوطنية وليس تكريس الانقسام الطائفي ونحن على قناعة تامة بالحكاية دوت الرئيس فيما تعلق بالدور المسيحي لبنان بفتكر مثال بريح الذي حصل بالأمس بالأمس هذا مثال تحيي شكرا تحيي جدي جدي على كيفية يعني ترجمة القناعة في الشراكة الوطنية وليس العكس فأحسن ما يكون فيه شعرات طمانية وعلى الأرض في عمل فارغ العكس صحيح هو العكس هو الصحيح نحن عندنا سائب الموضوع تحيي لوليد بي على كل حال لو سهلا فيك عبر صوت لبنان بدك تسمح لدولة الرئيس عند أسئلة سريعة بيكون أجدتك عليها سريعة لأنه خلص الوقت عطيناك الوقت المناسب لحتى تحكي شكرا يعني البعض طبعا بمعزل على يقوله بعض وصف مشروع لقاء بأنه انتحاري للبنان البعض الآخر بديو يحمل شنطه إذا تطبع هذا الأنون ويسافر مثل النائم محمد ببيني اليوم البعض اعتبروا أنون فيدرالي البعض قال بيعمل شرخ بين المسيحيين البعض قال كيف بدوا نحن يعني أنه ننتخب كل نائب طيفتو يعني أم أنه هناك عملية زر للرمات في العيون وإضاعة الوقت دوية المعلنة من مين من الأطراف البقيين يعني مثلا من قبل حزب الله ومن قبل حركة أمل ونحن بنعرف الموقف الشهير لدولة الرئيس نبيه بري بيقول يتفق المسيحيين ونحن ممشي يعني بعض يقال أنه لما بدأ ساعة الحقيقة رح تتغير كمان يعني عايبطلت بطل حكي إلو علاقة بعلاقة في كلام انتقل من كلام الأراية لكلام الصراية نعم بيرح صار في اجتماع رسمي نعم رسمي على منظر من اللبنانيين وقامت حركة أمل وحزب الله بالتصويت وبالتالي ما عاش فيه مجال للنقاش بالموضوع نعم هيدا صفها نوع عنزي ولو طارت ونتيجة الوقوع أسرة للمنطق المتراكم سابقا نحن اليوم ما غايتنا إلا صناعة الوفاق الوطني نحن ما عنا مصلحة غايتصنا على الوفاق الوطني اللي أنا نطالب أن لا يكون هناك وفاق وطني على أنقاض مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني لهو الشريحة المسيحية شرفوا عنا مناصفة فعلية بها الدولة ملي معروف أمني لبي أثقى للانتخابات أسقط منطق إنتاج المسيحيين بكلف الآخرين هذا موضوع مرفوض منطق السطر وهذا حق مش مرفوض لأنه لمجرد الرفض هذا حق عملي البدكية الأنون البدكية سميه مش لقاء ارتودكسي سميه لقاء صيني أنتجي هذا الواقع المطمون ونحن ما بدنا شي منك أما كل كلام آخر والمداورة واللف والطورة لمرمغة بوز إن صح التعبير برح طلعوا بيدها قال بدل ستة وعشرين دايرة خلينا نعملهم خمسة وثلاثين دايرة لا والله ساعة الخمسين دايرة أحسن ليش بدي قبلوا طبع القوات أحسن الخمسين دايرة من طبع حضرة الأطلال الجديدي بمرمغة بوز البسيحيين بثلاث أربع دوائر زيدي لا نحن أمن طالب بمنطق كامل متكامل إن وينه نقطة ما تجيش نقطة المناصفين نعم المناصفين ما بدش يبدي طيب بنقدر يا دولة الرئيس دايما يعني بيقدروا الأذاريون يمشوا للآخر بهالأنور رغم اعتراض تيار المستقبل واعتراض نائب وليد جملات يعني بيكملوا للآخر يعني هذا أسئلي أسئلي مطوحة اليوم طبعا طبعا أولا أولا هذا فيه اعتراض نعم وفيه اعتراض مرفق بالتفتيش عن حل كلام الحقيقي الاستاذ رامي الرئيس هلأ كلام جيد يتحدث عن حلول عرفت كيف يتحدث عن التفكير بكيفية تأمين مصالح إزالة هواجز كل الأطراف أنا ما إلي حق أقدم شيء يزيل هواجزي ويأمن هواجزيك أنا إذا ما إلي حق لبالتالي خلينا نفكر كيف إنما على قاعدة المناصف الفعلي نعم دولة الرئيس ماذا لو اتفقوا على هالأنون بتصير انتخابات إن احنا منعرف إنه يعني كل اللي وقح مبنية على أنون الستين لو وقح الشطب وفي عملية أي انتخابات الانتخابات الماضية يعني هل إذا عتمد أنون جديد هلأ بيقدر يصير في عنا انتخابات بهالمهلة المتبقية عنا شو بيمنع في ثلاث انتخابات صارت انعمل للأنون قبل شهر شو انتخاب أنت مصدق هيدا الكلام كله هلأ ما بصدق كلام معالي وزير دخلية ليش معالي وزير دخلية معترامي إلو لاش القوانين اللي انعملت بالانتخابات اللي صارت بالماضي أنت انعملت قوانين يعني بترسل مثلا وزارة الدخلية لو وقح شطب للمخاتير اللي بققوا فيها بدقة من عشر شباط ومهلة شهر للتديق هذا كلام تفصيلي هذا كلام ما إلو إيمي أنت أم تحكي عن مشكلة وطنية كبيرة لا أنا عم بحكي هل ممكن يصير فيه تأجيل موعد الانتخابات وإذا تأجيل شهر وشهرين شو بيصير شو بيصير بالآخر عنده حظوظ أنت دولة الرئيس كيف بتقرأ عنده حظوظ أنا ما بحكي بالحظوظ أنا بحكي بالأسباب الموجبين التي أملت هذه الأسباب الموجبين ستظل ماثلة وتخيم فوق لبنان وفوق حتى فخامة رئيس البلد الذي تحدث وأقر بأنه هناك ما يبرر هذا الكلام وعلى ضوءة يتبين هذا الخيط الأبرد من الخيط الأسفل أنا بالنسبة إلي ما بالعب لعبت الحظوظ وما بتنبه وما بضرب مندي بس في كلام الحظوظ مبنية على واقع وشو عم بيصير بالسياسة أنا جيت لعندك من جيت لعندك من كذا شهر وجيت لعند غيرك من سنتين وثلاثة وحكيت بهذا الموضوع إذا سألتيني وقته شو الحظوظ كمان كنت جوابتك نفس الجواب تطلعي على الخط البياني للأنون بتلاقيه أنه انتقل من حك الأراية لحك الصراية صفة مثل في كل خطاب في كل زاوية من زوايا لبنان وماثل عند المجموعات اللبنانية ولا يستطيع أحد أن يتحرك من تحت صرفين فإذن بس أنا ما بضرب منديل وهلأ بقول لي ما بيقدر اتحكي عن الحظوظ بيقدر اتحكي على مدى التزام الاتفاق الربائي الذي تم والتحالف مع حلفائهم حول مسألة التسليم بحق المسيحية بالمناصف الفعلية وتثبيتها بصرف النظر ما يتفضل به السيد دولة رئيس مجلس المزرع المئاتي للتحدث عن المثالثة هذا منطق جديد فأصبح مع الأستاذ فرسس عيد بس يحكي مع المثالثة تري في تنسيق بينه وبين الأستاذ نجيب مئاتي حياها الله عم بيقولوا دولة الرئيس ويقال إنه لو كان فيه جدية فعلا بإقرار مشروع اللقاء الأرثودوكسي للانتخاب كانوا فعلوا هالشي من البداية المسيحية شو عملوه؟ كانوا فعلوا هالشي ليش تأخروا لهلأ لحتى تبنوا اللقاء الأرثودوكسي؟ ولايش بقولوا صور رسول ما آمن بالدعوة قبل بشهر مش بعد بشهر؟ ولايش اللذي الأنصار اللي طلعوا وبشوا بالدعوة المحمدية ما آمنوا قبل بشهر بعد بشهر؟ هايدي قصة بتجي تتوفر ظروف موضوعية تنضج حالات معينة يتوفرها بناخاتها وبالتالي تأتي بسياقة طبيعية ومن استعجل الشيء قبل أهوانه عوقب بحرمانه هاي القاعدة الأحكام العدلية وبالتالي عندما توفرت الظروف المناسبة نضجت وهذا كلامش بش جديد بأول اجتماع انعقد في بكركي وكان هناك حتى الدكتور سامير جعجع في اجتماع بكركي بجلسة المطارنة والزعامات الموارنة قال هذا اللقاء الأرثودوكسي باقتراحه لنستطيع أن نخرج من تحت سقفه هو محق وعادل شرفه خلينا نقنع زملائنا حلفائنا أنه نخففوا شراختهم من وضع يدهم على طوافنا وآمر رئيس أمين الجميل هل رح يقتنعوا إطروحة الأستاذ سامي جميل والشيخ سامي جميل اللي عملها تتعلق بكل طايفة التخف دوابة هذا مش اختراع جديد إطلاقا هذا شكل من أشكال الأسباب الموجبة التي تعبر عن واقع فمشى الناس في ركبها وبالتالي يجب أن يقاتلوا ويدافعوا من أجل تحقيقة مش قانون اللي قال أرثودوكسي الأسباب الموجبة التي عملتها وهذا ما قاله نبي برري دولة الرئيس مجلس النواب في اليوم الأول إن هذا القانون هو نتيجة وليس سبب يجب هو نتيجة هواجس متراكمة ومصار طائف عام في البلد هذا القانون لا يقال له نحن مع أو ضد هذا يجب دراسة الأسباب الموجبة التي أدت إلى إنتاجه ومعالجه لأن هذا الأمر يتعلق باستقرار الوطن وبوحدة لبنان أرطن وشعبان على أمل يقتنعوا الحلفاء حلفاء مين؟ حلفاء الأذاريين لا الحلفاء ليش الأذاريين لا خلينا نكون دائقين في حلفاء 14 آذار المسلمين اللي هني بتحديد طيار المستقبل بانتظار أن يقتنعوا أنا بتمنى من كل قلبي وأتوجه لهم برسالة الأستاذ فؤاد السانيورة بيقول نحن هاي بتقود تطرف أنا ما شغلت أخود معركة ضد الجماعة الإسلامية ضمن طيار المستقبل ضد الجماعة الكربية الأستاذ فؤاد السانيورة نحن دولة الرئيس نحن شغلتنا نطالب فقط بحقنا وبالكاد نقدم نحصل حق هيدا اللي قصدتوا دولة الرئيس إنه يقتنعوا حلفاء الأذاريين وتكون مواقف حقيقية لباقي الأفريقاء مثل ما هي ظاهرة أنا بدي أشكرك دولة الرئيس إلي الفرزلي أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان وصباحك صباح الخير وبختام هاللقاء أطيئة بالأمنيات من نواليشة عبود شارك بالأعداد توني هيكل إخراج لسيمون مصور كلمة محلة بتنزل حق نقطة نقطة بتحفو الصخر لو فرجونا نجوم الضغر مع نوال الصوت بيعنا من حق النقطة على الصدر نقطة على الصدر